قادما من قضاء الشطرة شمال ذيقار برفقة ولده الذي يعاني من تشوهات ولادية المواطن محمد طالب يأمل في أن يحظى على فرصة لإجراء عملية جراحية لابنه من قبل الفريق الطبي الإيطالي الذي وصل الناصرية لإجراء عمليات الشفة الأرنبية والتشوهات الولادية تعنيت من الشطرة للناصرية سمعت بلوة فجاي واجهت على مدهسة وأجر عملية لابنه لأن محدد ديكاتر هنا كلها محدد جابتها بس قالوا الوفيد الإيطالي فقط يا والله أحسن عمليات هو هنا جاي يسونه شيء بس هو الوفيد الإيطالي جاي يجيبه سويت ثلاث عمليات محدد جاب هنا فقط بالناصرية يعني الفريق الطبي الإيطالي أكد أنه يقدم الخدمات الجراحية لجميع المحتاجين من مختلف المحافظات العراقية وليس لأبناء الناصرية فقط لكنه اختار المدينة لوجود فريق طبي عراقي مساعد لافتا إلى إجرائه العديد من العمليات منذ وصوله العراق قد أجرينا العديد من العمليات في مستشفى الحبوب وهي لجميع مناطق العراق ليس فقط لمرضى المحلين في منطق الناصرية لكن هي في مختلف مناطق العراق نأمل أن يكتمل هذا المشروع في الأيام القادمة دائرة صحة ذيقار أكدت أن الوفد الطبي الإيطالي سيجري وعلى مدى شهر كامل أكثر من مئة عملية جراحية مجانية للأطفال المصابين بتشوهات الشفة الأرنبياء مشيرين إلى أن الوفد سيشرف على تدريب الكوادر العراقية لإجراء هذه العمليات مستقبلا تم استقبال المرضى قبل شهر وتوزيحهم على الأيام للفحص من قبل الوفد الإيطالي من المؤمل إجراء أكثر من مئة عملية خلال هذه الفترة القصيرة نستقبل حالات مكافة محاوظات العراق دون استثناء بدأ الاتفاق بين دارة صحة ذيقار والوفد الإيطالي أو الجانب الإيطالي لإجراء هذه العمليات وتسهيل كافة الإجراءات تم انتقال الكثير من الخبرات الإيطالية في عمليات تجميل إلى الكوادر العراقية وبدأت الكوادر العراقية بإجراء بعض هذه العمليات وتعاني محافظة ذيقار وباقي المحافظات العراقية من زيادة نسب التشوهات الولادية وقلة الكوادر المختصة في المستشفيات الحكومية ما يضطر الأهالي إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة وتسعى محافظة ذيقار لزيادة أفاق التعاون مع المنظمات الطبية الدولية لعلاج مرضى المحافظة لسيما فيما يتعلق بالأمراض المستعصية والنادرة علي العتابي الحراء ذيقار